حقيقة ما جاء في هذه الرسالة الأخيرة لم يجب على تساؤلات وانشغلات الحراكة الشعبي المتعاظم يوما بعد يوم بل بالعكس يعني فيه نوع من الاستهانة بهذه المطالب الرافضة للعهدى الخامسة ومن خلال هذا الرافض يعني الرافضة لهذه المنظومة القانونية التي لا تسمح للشعب الجزائري بأن يختار ممثليه بحرية وبإرادة وبالتالي اليوم المعارضة لما التقت في تقييم هذه الرسالة صدر منها بيان فيه إدانة كبيرة لعدم التعاطي الإيجابي مع مطالب المعارضة لأن تقييم هذا الحراك وهذا المسار على أن عدد من المواطنين خرجوا في مسيرة سلمية هذا في الحقيقة فيه نوع من الاستهتار وفيه نوع من عدم التعاطي الحقيقي مع هذا الوضع وحذرت كذلك من أن الانتخابات لو تجري في هذه الظروف وفي هذا الواقع ستشكل خطرا حتى على النظام العام نظن أنه اليوم أصبحت رسالة الشعب الجزائري لمن يحكمه واضحة على أنها ترفض أن تحكم بالوكالة ترفض الآلة عن النظام لخلافة نفسه وفق إرادته ليس إرادة الشعب والشعب الجزائري سيجيب غدا عمليا وميدانيا غدا الجمعاء في مسيرة أخرى ستظهر من خلالها شعارات ونداءات نتمنى على أن من بيدهم سلطة القرار أن ينتبهوا جيدا وعوض أن يخوفوا الشعب الجزائري بمسالك ومهالك التي وقعت فيها الدول يعني أن يعتبرهم أنفسهم أولا بأن لا يوصلوا البلاد إلى هذا الوضع لأنه لحد الآن الناس تتكلم بطريقة سلمية بطريقة هادئة تنادي بحقوق سياسية وتريد يعني عدم الاستهانة بالشعب الجزائري وفرض عهدى خامسة أخرى عليه وبالتالي رأينا أن الجميع الآن شوف سميها ما تشاء هو أقل لك عهدى انتقالية لا هي عهدى خامسة وفق منظومة قانونية مستمرة ودائمة وسيفوز فيها بودفريقة ثم يذهبون بنا إلى ندوة وقدر يميعوها ربع سنوات ونصف ربما حتى من الندوة سيخرج لنا من يطالب بأن الرئيس لابد أن يستمر لأنه هو الوحيد الذي يمكنه أن يسير البلاد يعني هناك عدم ثقة في ما جاء في الرسالة طبعا هناك عدم ثقة في منظومة الحكم جميعا ليس في الرسالة فقط بل حتى نحن الرسالة الآن سرنا نسميها الرسالة المنسوبة إلى رئيس غائب هو رئيس مترشح غائب لا يتكلم لا يكلم المواطنين صار لا يظهر حتى بالصورة الآن وبالتالي هناك شعب جزائري فيه ربعين مليون جزائري يا أخي لابد أن نحترمه لابد أن نقدره لابد أن نستمع إلى نبض الشارع إذا كان هناك فعلا أناس عاقلون في منظومة الحكم هذه لابد أن يتفاعلوا إيجابين مع هذا الوضع لأنه خطير وخطير جدا وأنه فكر سويا في الحلول بالمناسبة الطرح الآن طرح الشارع وصقفه ليس إقصائيا وليس اجتثاثيا بل يريد أن تحترم فيه الإرادة الشعبية وأن لا يترشح الرئيس لهذه العهدة لأنه طفح الكيل طيب